إن كفر أهل الكتاب جاء من جهتين من جهة تبديل ما بأيديهم من كتاب الله عز وجل ومن جهة أن هذا الكتاب قد نسخ برسالة لاحقة بكتاب لاحق وهو القرآن الكريم إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا الذين هادوا الذين آمنوا بموسى في زمنه قبل أن يبدل ما بأيديهم من كتاب الله وقبل أن ينسخ ما بأيديهم من كتاب الله وقبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتاب الخاتم وبالملة الخاتمة وبالرسالة الخاتمة صلوات ربي وسلامه عليه هذا هو الفهم الصحيح لهذه الآية الصحيحة ولا يمكن أن يستدل بها بحال من الأحوال على بقاء هذه الملل السابقة طرقا صحيحا يعبد الله من خلالها وتصل بعابديها إلى رحمة الله وإلى مغفرته وإلى رضوانه وإلى جنته هذا لا شك أن هذا فهم سقيم مريض معتل يناقض حقائق الوحيين قرآنا وسنة صحيحة الله جل جلاله يقول يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا من الله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا الآيات في هذا كثيرا ومستفيضة وهي تقرر حقائق وبدهيات أجمعت الأمة كلها عليها سلفا وخلفا قرنا بعد قرن جيلا بعد جيل زمانا بعد زمان كل من لم يدن بدين الإسلام فهو كافر سواء أكان كفره عنادا أم جهلا ولا يثبت عقد الإسلام ولا تثبت النجاة في الآخرة بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا لمن شهد لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وبرئ من كل دين يخالف دين الإسلام إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين تذكروا قول الله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شخاخ ثم تذكروا أيضا أن من بقي على ما عنده بعد التبديل وبعد التحريف وبعد النص ليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر فالله جل جل يقول في كتابه قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون حتى يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وفي الحديث والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي ولا نصرني ثم لا يؤمن بي ويتبع الذي جئت به إلا كان من أهل النار ومصداق ذلك في كتاب الله عز وجل ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكو في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون هذا بالنسبة للسؤال الأول أحبة في الله حول هذه الآية الكريمة التي قال فيها الله جل جلاله إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون